صدور قرار المنع من السفر بالسرعة دي معناها أن بكرة الصبح حيطلع قرار الدكتور الحبار يعني إيه؟ أنا مش فهمة ولا كلمة من اللي إنت بتقوله ده أنا يا سفيهايدي ده معناها أن بكرة الصبح المفروض أنك تكوني محبوسة ليه؟ على إيه كل ده و أنا عملت إيه؟ إحنا عارفين أن أنت ما عملتيش هاجة لكن قدام القانون أنت اشتركتي مع مران في الاحتيال على البنك ونصبته عليه في 50 مليون دولار وحولته الفلوس برا مصر بطريقة غير شرعية ده غير النادل أصول اللي أنت مقدمها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ كرسة كرسة الحكاية دي طب والحل إيه يا دكتور نادر الحل إن هايدي كانت لازم تخرج برا مصر بأسرع من كده بكتير الخمس دقايق كان حيفرقه دلوقتي بقى ما فيش قدامنا غير إنها هتهرب جوه مصر نعادها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه وفي نفس الوقت أنا هشتغل على القضية وتباحها بنفسي وحاول أوصل لأسرع حالة ممكن قبل ما حد يوصل لها تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما نوو يا طارق أنت قربها يعني ممكن يفكروا إنها هتكون عندك لا 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 الصح إنها هتيجي تقعد عندي أنا وبعدين أصلا جوزي طول الوقت برا البيت وبيسافر كتير ولو هنا ما بيجيش غير عن نوم برضو مش هينفعالين أكيد حيدوروا عندك الفلا اللي أنا كنت هتجاوز فيها نور في التجمع الخامس ولسه بإسم رجاء أختي وأكيد محدش هيفكر فيها أنا يا جماعة مش عايزة أعمل لحد فيكم مشاكل وبعدين مش عايزة أكمل باقي عمري هربانة أنا مش مجرمة ولا عاملة عاملة عشان أهرب أنا خلاص قررت أنا هروح وهسلم نفسي وأحكي لهم على كل حاجة هم أكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا إن أنا ستة محترمة وبريئة مش هيحبسوني الظلم هايد يا حبيبتي أنت طيبة قوي وبعدين أنت في مصر لازم تعرفي أني يا ما في الحبس مظليم وأنا لا يمكن أسمح لبنتي أنها تدخل الحبس ساعة واحدة أو أني ألجأ لأي حد غريب عشان ينقذك من المشكلة دي فيش غري أنا أنا بابي اللي عارف مصلحتك أنا حاوديك جاردين سيتي شقة واحدة ستة شيك كلاس حفاهمها أنك أنت متخنقة مع جوزك ومستنية في مكان ما حدش يعرف يوصلك لي إلا لما تصطلحوا كده أبقى متطمن عليك أن ما فيش حد هيقدر يوصلك أبو طالب بي شرف عظيم لينا أن أنت حضرتك تشرفنا شرف لينا يا هاني هايدي بنتي هتفتح معها قوي درية هاني هاي سهل تضبط ماذا يا بابي؟ عيد ميلاد عيد ميلاد ميلا؟ عيد ميلاد أمها أهلا وسهلا يا فضالي دي قطك يا هايدي هاني أنا وحتاجتي لأي حاجة بس كلمة درية هاني أنت بعتلك الشغالة طلباتي كلها يا حبيدتي مجاعة وبعدين عايزك تبقى متطمنة أنا همر عليك من حين لآخر وأتطمن عليك أوكي؟ هيك حلوة بقى كده بس ما تفتحيش لأي حد علشان ما حدش زاكك عايزك حاجة مني يا روحي؟ نروحوا باستي روحة يلا بقى عشان تطف الشمع لأمي أنا محبت بقى عشان تطف الشمع لأمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا الله! وهي شايفات ما تردش عليها لا اصلاها بتقفش لما بردش قفشت فيها عقرابة ده ايه قلة المزاج دي؟ شغل الزفت ده ماشي يا سوكا يا سوكا ماشي يا ابن عام يا الله بالسلام بقول لها لو احتاجت نقل دم بقتصل بايه طيب سلام بس يا كوريا استني يا كوريا حاضر علي ده فو مشكلة ايه يا المشكلة يا اخوات فضل؟ بيقولك وات صغير قدام عربية الكيب ده خبطه توكتوك ام هو خده وجري عالمستشفى ما بين الحياه والموت بس هو قال لي ان هو جاي انا عارف ابراهيم في الحالات الازدي بيخلص ام قوام صح بيبقى انا عارفه ما حاوله لا قوت الافلي على العظيم ماشي قلت مزاجنا الهي ايه اللي مزاجها البعيدة؟ مش يلا ولا ايه؟ يلا موسيقى ام توقف موسيقى بشكلق موسيقى موسيقى الed اشتركوا في القناة